توليد الكهرباء من النفايات هي التجربة الأولى في لبنان منذ ستينيات القرن الماضي بدأ الحديث عن الأمر إلا أن سنوات عديدة مرت حتى بدأ التطبيق العملي لكنها لا تزال محدودة بمناطق بعينها مطمر ناعمة لطالما تظاهر سكان المناطق المحيطة به لإقفاله اليوم أصبح ذات منفعة إذ يستفاد منه في توفير الطاقة الكهربائية لعدد من القرى هلأ المشروع سيبدأ من جديد يعني هلأ مشروع لستة أو سبعة ميجا لغطي كل المنطقة لأنه غاز الميتاني اللي بيطلع من النفايات اللي مطمورة بالمطمر بيعطي تقريبا ستة أو سبعة ميجا لمدة خمسة عشر سنة أو أكتر الإضاءة متوفرة دائما والكهرباء لا تنقطع هنا بخلاف معظم المناطق الأخرى والله بعد ما أمنونا الكهرباء من سوكلين تحسن كثير وضع الكهرباء فقريبا صارعنا كهرباء 24-24 سؤال أساس يطرح نفسه لماذا لا يتم تعميم تجربة الاعتماد على النفايات في مختلف المناطق اللبنانية لتوفير الطاقة الكهربائية الطاقة محدودة يعني لحتى تقدر تنتوش كهرباء بما يكفي يمكن بدك خمسة مرات مساحة لبنان من النفايات اللي هو مش ممكن فهذا المشروع هو مشروع محدود هو مشروع يعني أهميته برمزيته أنه أنت مش عما تستعمل النفايات للضرر عما تستعمل النفايات للمنفعة وهي توليد الكهربائية شبكة خاصة أنشئت لتوصيل التيار من المطمر إلى هذه البلدات اختير اللون الأخضر لهذه الأعمدة لما يرمز إلى لون شركة سوكلين التي تجمع النفايات وتوفر الطاقة لم يكن أبناء هذه المناطق يتوقعون أن ينتج لهم هذا المطمر غير الروائح الكريهة توليد الطاقة من النفايات سابقة بالنسبة له فهم يعتبرون أن التغذية الكهربائية لأربعين وعشرين ساعة يوميا إيجابية نقلت نمط الحياة هنا من حال إلى حال أفضل مونير الربيع سكاين نيوز عربية عباي جبل لبنان